محمد شاب إفوري قدم إلى تونس منذ ثمانية أشهر وهو واحد من بين آلاف المهاجرين غير النظاميين من دول إفريقيا جنوب السحراء محمد يشتغل الآن بمحطة غسيل سيارات بالعاصمة وهو يأمل أن يحصل على وصل إقامة للبقاء في تونس إثر بلاغ رئاسة الجمهورية الذي تضمن قرارات تقضي بالتمديد في وصل الإقامة من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وتسهيل عمليات المغادرة الطوعية وأعفاء الأفارقة من دفع خطايا تأخير المستوجب على الوفدين الذين تجاوزوا مدة الإقامة المسبوح بها إضافة إلى تسهيل فترة إقامة الطلبة بتونس وتمكينهم من التجديد الدوري لوثائقهم أتيت بطريقة غير نظامية ومدير في الشغل منحني مدة أربعة أيام بتسوية وضعياتي من حيث وصل الإقامة ولا سيقوم لاستغناء من خدماتي أرجو أن تفهم رئيس الجمهورية وضعية أفريقة جنوب السحراء ومكين المقامة في تونس نحن في تونسي نحن نطبق القانون قلت البارح سيد الرئيس كان في الكلام بتاعه ثم شوية مورونا وشوية واحد هما فهموها جاني قالت نجمش تعطيني مهلة جمعة أخرى نرجع نخدم بشناكل قلت له ما ثم حتى مشكلة نعطيك جمعة يا أخوي أما عن المقيمين الشرعيين في تونس من مواطني دول إفريقيا جنوب السحراء فتشير الأرقام الرسمية إلى أن عددهم يبلغ 5376.93% منهم طلبا أتيت إلى تونس بطريقة نظامية من كوديفار كطالب في مدرسة تكوين في مجال الطبخة أنا أمتلك بطاقة لاجئ فلماذا لا يقع إيقافي وقع تردي من المنزل الذي كنت أقتنه رغم أن وجوده نفتون الشرعي ولدي كافة الوثائق من بطاقة إقامة وجوى الصفر مشكلتنا اليوم أننا نتعرض لمذايقات دون تثبت هل نملك الوثائق اللازمة أو لا وقد أعلنت رئاسة الحكومة وضع رقم أخضر على ذمة المهاجرين الأفارقة للأبلاغ عن كل تجاوز يقع في حقهم وذلك بهدف التعاطي مع التشكيات في أفضل الآجال وفقا للتراتيب القانونية الجاري بها العمل ترجمة نانسي قنقر